لأول مرة من 11 سنة رئيس التركي راجب طايب أردوغان زار مصر إمبارح والرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا استقبله في المطار وبعد كده كان فيه مؤتمر صحفي بس خلييني أقول لكم الأول سبب الزيارة دي زيارة طبعا كانت يعني ممنوعة أو مقطوعة بقالها 11 سنة وده بسبب الناس كتير قد تتساءل يعني ليه ما كانش فيه زيارة طول السنين اللي فاتت وخلييني أقول لكم ده بسبب طبعا حكم الإخوان يعني لما كانوا مسكين في 2013 و2012 وقتها الدنيا ما كانتش أحسن حاجة الأوضاع كانت مضطربة جدا بين مصر وتركيا ولكن بعد كده يعني خلاص بقى فيه وضع من حالة من الاستقرار دلوقتي يعني عشان كده الزيارة دي حصلت ويعني يكون فيها توطيط للعلاقات بين مصر وتركيا خلييني أقول لكم برضو أن يعني الستيتمنت اللي تقالت في المؤتمر الصحفي أن رئيس السيسي قال أن مصر بتفتح صفحة جديدة مع تركيا وده لتوطيط العلاقات بين البلدين وإن ده هيكون يعني بمثابة المصار الصحيح اللي احنا هنكون ماشيين فيه الفترة اللي جاية وبرضو من ضمن الحاجات اللي تقالت أن يعني هيكون فيه تبادل تجاري وهيصل يعني الخمستاشر مليون دولار وده في السنين اللي جاية بين مصر وتركيا وبرضو يعني رئيس رجبتها بأردوغان ورئيس سيسي أكدوا طبعا على وقف ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وضرورة أن احنا إعادة إعمار غزة ودي هتكون البلان الفترة اللي جاية يعني مصر وتركيا هيتفقوا إزاي هيقدروا يعيدوا تاني بناء غزة وإعمارها ودي يعني عشان برضو يهدوا الوضع اللي بيحصل ويعني حاولوا يعيدوا تاني الإعمار وما يبقاش الدنيا يعني زي ما هي موجودة دلوقتي ويعني برضو خليني أقول لكم أن في حاجة يعني كانت انترستين جدا أن بعد المؤتمر الصحفي أو في خلاله رئيس أردوغان دعا رئيس السيسي لزيارة تركيا وهتحصل في شهر إبريل يعني اللي جاي ودي يعني حاجة حلوة جدا وانترستين جدا وده زي ما قلت لكم يعني لتوطيط العلاقات بين مصر وتركيا وبعد ما خلصوا المؤتمر وخلصوا كل حاجة رئيس أردوغان راحوا يعني كلهم بقى راحوا لزيارة لمسجة الإمام الشافعي وده يعني كتحاجة خالص وكلها تبسطنا بصراحة لما شفنا أن أردوغان بيزور معالم مصر ودي كتحاجة انترستينج سبيشلي كمان أن يعني بعد 11 سنة أكيد طبعا متشوق للقاهرة والمصر ونهو يروح أماكن كتير فيها فده كان يعني ملخص للحصل الإمبارح وده طبعا كان يعني حديث السياع الأخبار كلها ما كانتش بتتكلم عن حاجة تانية غير أن أردوغان بيزور مصر دي حقيقة فعلا حسن الناس كلها كانت متراقبة جدا يعني التفاصيل أو التصريحات اللي هتطلع كمان من وراء المقابلة دي الناس كلها كانت قاعدة ومسكة الفناتها ومستنية كل خبر ينزل أول بباول طبعا أنتو الأخبار دي برضو كلها تقدرون أنتو تتابعوها على الأكاون بتاعتنا على إنستجام وفيسبوك وكل سوشال ميديا بلاتفورمز اللي موجودة على أتلافين كايرو أنت شايفة أنه ممكن الموضوع ده ييجي في صالح مصر مثلا من ناحية السياحية مثلا يعني أنا أتمنى أنه في يوم من الأيام ما نضطرش أنه يكون فيه بيز مثلا ما بين مصر وتركيا أتمنى أن حاجة زي دي تحصل أعتقد حاجة زي كده يعني مش بعيدة طبعا هي تحصل يعني نحن نتكلم دلوقتي في علاقات تجارية وعلاقات بين البلدين يكون فيه توطيط بينها فحاسة حاجة زي كده لأ طبعا ممكن تحصل يعني مش بعيدة خالص أن يكون فيه فيزا أعتقد برضو أن ده يعني هيسهل أو ده يعني هيشجع الناس أكتر من البلدين بقى أن هما يروحوا يعني أورادي طبعا ناس كتير قوي في مصر يعني المكان سوكلنا بنحب تركيا جدا ونحب نزور الأماكن الهناك فأعتقد ده هيخلي برضو ناس كتير من تركيا حابين يروحوا مصر ويشوفوا كم سباشيلي بعد الزيارة بتاعت المسجد الإمام الشافعين هما راحوا وزاروا وتصوروا هناك ويعني حسن دي حاجة انترستنج وهتشجع فعلا حسن هي حاجة فعلا تنشط السياحة بشكل كبير جدا تنشط السياحة وكمان تثبت الأوضاع يعني عشان ناس كتير دول كتير بتستغل فكرة انقطاع العلاقات بين مصر وتركيا في طول 11 سنة اللي فيتت فأعتقد حاجة زي دي هتسهل ويعني هتدي كده إمبريشن هو الأوضاع مستقرة دلوقتي صح بحقيقة أنا معيك من يوم في المية